وافقت القوى الكبرى على البدء في وقف العمليات العسكرية في سوريا خلال أسبوع وإرسال مساعدات إنسانية على وجه السرعة إلى البلدات السورية المحاصرة لكنها لم تتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار أو إنهاء حملة القصف الروسية وعقب محادثات مطولة في ميونيخ أكدت الولايات المتحدة وروسيا وأكثر من 12 دولة أخرى على التزامها بانتقال سياسي عندما تتحسن الأوضاع على الأرض لكن دبلوماسيون قالوا إن روسيا لم تظهر حتى الآن أية موافقة على رحيل الرئيس السوري بشار الأسد وتسعى لتحقيق نصر أسكري وقر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأن اجتماع ميونيخ خلص إلى التزامات على الورق فقط مضيفا إنه بدون انتقال سياسي سيكون من المستحيل تحقيق سلام ولن يطبق وقف العمليات العسكرية على تنظيم داعش الإرهابي وجبة النصرة من ناحيته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافاروف إنه يجب استئناف محادثات السلام في جينيف بأسرع ما يمكن لكنه تابع قائلا إن وقف العمليات العسكرية سيكون مهمة صعبة وانتقد وزير الخارجية البريطاني فيليب هامود الموقف الروسي وقال إن إنهاء القتال لن ينجح إلا إذا أوقفت روسيا الضربات الجوية أما المعارضة السورية فقالت إنه يجب رؤية تأثير للاتفاق على أرض الواقع قبل انضمامها إلى المحادثات السياسية مع ممثلي الحكومة في سويسرا وعلى مدى سنوات تعهدت الحكومة السورية مرارا بإتاحة دخول المساعدات الإنسانية لكنها نادرا ما أوفت بوعدها فهد السيف الأخبارية